صحة وسعادة خير والنور والإشراق صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة صباح مليء بالصحة والسعادة والتفاؤل والإنجازات أسعد الله ووقاتكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة نحييكم هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة الجميلة جدا إذاعة نور دبي حقيقة تقدم هيئة الصحة هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من المواضيع الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع فأطيب التحيات مني لكم محدثكم محمود يوسف ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة بدبي فلكم كل التهاني والتبريكات بهذا اليوم الجديد وحقيقة أرسل لكم هذه التهاني والتبريكات مع هذا الخبر الذي تصدر معظم الصفحات الصفحات الجرائد ووكلات الأنباء الخبر يقول محمد بن راشد 93 مبادرة لهندسة صحة دبي حيث أكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن القطاع الطبي في دبي أمام تحدي خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير الخدمات والارتقاء بالطموحات وترسيخ دبي كمحطة علاجية رئيسية في الدولة وفي منطقة يحيط بها أكثر من مليار نسمة جاء ذلك خلال اعتماد سموه أمس في المكتب التنفيذي في دبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي استراتيجية دبي للصحة حتى عام 2021 والتي تهدف إلى إعادة هندسة القطاع الصحي في دبي وتضم هذه الاستراتيجية خمسة عشر برنامجا وثلاثة وتسعين مبادرة وشارك في صياغتها صياغة أفكارها أكثر من أحد عشر ألف موظف وموظف من الهيئة وكل قيادات الهيئة وأصحاب ومديري المنشآت الصحية الخاصة وشركات الأدوية والتكنولوجيا والمؤسسات المنتجة للمستلزمات الطبية وشركات التأمين وكل من له علاقة بالقطاع الصحي وقال سموه أن توقعات المواطنين والمقيمين ترتفع كل يوم لأنهم تعودوا على التميز في كل القطاعات في الدولة وأن الجميع أمام مسؤولية مشتركة لتطوير هذا القطاع الحيوي ومتابعتنا ستكون مستمرة وثقتنا بقيادات الهيئة ستكون مرتبطة بحجم التطور في الخدمات المقدمة وأضاف سموه أن استثمارنا الأهم خلال الفترة المقبلة سيكون في كوادر الهيئة لأنهم الرأس رأس المال الحقيقي بمعارفهم ومهاراتهم وتدريبهم المستمر وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص سيضمن ترسيخ دبي عاصمة للسياحة العلاجية في المنطقة خلال الفترة المقبلة وراعت الاستراتيجية في منطلقاتها وبرامجها التنفيذية وأهدافها المكانة الدولية التي تتمتع بها مدينة دبي بوصفها الأسرع نموا وازدهارا كما راعت تطلعات الإمارة إلى تقديم نموذج صحي عالمي من الطراز الأول يحتذا والوصول إلى مجتمع صحي وسعيد من خلال صروح طبية وبحثية تضم أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية التي تقوم عليها نخب من الكوادر الإدارية والطواقم الطبية والتمريضية والفنية الملتزمة بأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالميا إذن كانت بالأمس انطلاقة هذه الاستراتيجية الجديدة للقطاع الصحي في إمارة دبي والتي تركزت على ثمانية ركائز استمدت الهيئة ركائزها الأساسية في بناء هذه الاستراتيجية من توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله يعني والتي أكد مثل ما ذكرنا سابقا أكد فيها على أهمية الوصول إلى أعلى وأرقى المعايير العالمية وتوفير أقصى مستويات الرعاية الصحية للمرضى خاصة الأمراض المزمنة أيضا هناك الكثير من القيم التي تم طرحها في هذه الاستراتيجية وهناك مبادرات خلاقة جدا في هذه الاستراتيجية ومثل ما ذكرنا شارك فيها أكثر من 11 ألف موظف وموظفة من المنتسبين للهيئة بجملة من الأفكار المبتكرة والمبادرات الخلاقة من خلال المختبر الإلكتروني اللي صار على الشبكة الداخلية للهيئة أيضا إلى جانب الطرح الثري اللي حصد المختبر التفاعلي من مجموعة مناقشات وجلسات عصف ذهني شارك فيها أكثر من 90 مسؤول يمثلون الجهات الصحية والمعنية وكافة أصحاب ومديري المنشآت الصحية كل هذا تم في الفترة الماضية حقيقة في النصف الثاني من عام 2015 طيب نحن سؤالنا اليوم راح نتطرق له بشكل نتحدث فيه يمكن الإجابة كانت في سياق الحديث هذا ما هو عدد مبادرات الاستراتيجية الجديدة لهيئة الصحة بدبي؟ هي 57 مبادرة 42 مبادرة ولا 93 مبادرة اللي سمعني من شوية بعرف الإجابة واللي اطلع على الصحف ووكالات الأنباء اليوم بعرف الإجابة الإجابة بسيطة جدا تقدرون ترسلو لنا الإجابات على رقم الرسائل النصية الرقم المخصص للرسائل النصية 4006 طبعا هذا السؤال تقدم هيئة الصحة بالتزامن مع معرض الصحة العربي وجائست ألف درهم للفايز معنا عموما نحن ما نتواصل معاكم عندنا العديد من الفقرات لكن اليوم نحن ضمن يعني استراتيجية جديدة وضمن رسالة جديدة ونقولكم نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة هذه هي الرؤية اللي نسعى لها نحن نحو مجتمع أكثر أكثر صحة وسعادة فاصل وما نرجع لكم من خلال برنامج صحة وسعادة فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة إذاعة نور دبي قبل الفاصل طرحنا عليكم سؤال المسابقة اليوم والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتزاون مع معرض الصحة العربي سؤالنا اليوم يقول ما هو عدد مبادرات الاستراتيجية الجديدة لهيئة الصحة بدبي هل هي سبع وخمسين مبادرة اثنين واربعين مبادرة أو ثلاثة وتسعين مبادرة يمكنكم رسال الإجابات على الرقم أربعة صفر صفر ستة وإن شاء الله منسحب على الفايز بعد تقريبا نص ساعة يمكن نص ساعة ما بين شوية أكثر شوية أقل الله العالم بس ما نشوف على وقت البرنامج وكيف نحن ماشيين مستمعين قبل الفاصل كاننا نتحدث عن هذه الاستراتيجية وتحدثنا عن أهمية المبادرات اللي فيها وعددها وأيضا على الركاز التي شملتها كل هذا كان يصب لهدف واحد هو تقديم خدمة مميزة جدا للعميل لنصل من خلال هذه الخدمات أكثر صحة وسعادة حقيقة وحدات العناية المركزة تمثل من الخدمات المهمة التي تقدمها القطاعات الصحية في مختلف العالم اليوم نحن ننتقل إلى مستشفى دبي مستشفى دبي عنده وحدة العناية المركزية والتي تعد عصب الممارسات الطبية في أي مستشفى مثل ما ذكرنا وأيضا تعد نقطة الاستشفاء الحرجة التي يدخل إليها المريض وهو في حاجة شديدة لتجهيزات عالية المستوى وخبرات طبية مميزة تساهم في الحفاظ على صحته ولياقته نرحب معنا عبر الهاتف الدكتور ناء اليوسف أخصائي أول أمراض باطنية بمستشفى دبي حياك الله معنا دكتور وعليكم السلام يا أهلا وسهلا أهلا فيك ودكتور نحن نتحدث عن وحدات العناية المركزية وكلنا يعي أهمية وجود مثل هذه الوحدات ولكن يا ترى ما هي الخدمات التي تقدمها وحدة العناية الفائقة بقسم الأمراض الباطنية بمستشفى دبي نبغي نعرف شو اللي تساوونا بالضبط تكرا معينا حقيقة نحن في فترة السنوات اللي مضت كان في عنا إما المريض بيجي على المشفى بيتحول إما للجناح العادي ويكون حالته مستقرة أو أنه حيتحول على وحدة العناية المركزة يلي يكون المريض عنده تدهور بالأعضاء عنده هبوط بالضغط عنده عجز بالأجهزة مثل القلب التنفس أو عجز بالكلا أو الكبد كان في عنا عدد من المرضى حقيقة هما مش وضعهم سيء حتى أنهم ينقبلوا بالعناية المركزة لكن حالتهم غير مستقرة أنه يكونوا أيضا بالجناح العادي نعم فكانت فترة ومبادرة أنه يتم إنشاء وحدة تسمى وحدة العناية العالية أو وحدة العناية الفائقة هاي رح تكون كمرحلة ما بين وحدة العناية المركزة وما بين الجناح العادي حقيقة لأنه نسبة كبيرة من المرضى لا يحتاجون العناية المركزة لكن يحتاجون على سبيل المثال ليومين ثلاثة حتى تستقر حالتهم حتى يتم تحويلهم للجناح العادي أو لا سمح الله إذا تدهورت حالتهم يتم تحويلهم للعناية المركزة فتم من حوالي ستة شهر إنشاء قسم تابع لقسم الباطنية في مستشفى دبي اسمه وحدة العناية العالية أو الفائقة هي على تواصل مع وحدة العناية المركزة ومع الجناح العام في نفس الوقت هي بيكون مهمتها تتخلي المريض وضعه أحسن يستقر ومن ثم يتم تحويله للجناح العادي إذا كانت أموره طيبة بإذن الله جميل دكتور هذه فكرة جميلة جدا يا ترى من وين استقيت هذه الفكرة هل هناك ممارسات عالمية في هذا المجال يعني تضم هذه المسألة ولا هي مجرد جهود يعني يسعى بها مستشفى دبي إلى تخفيف العب على الأقسام المختلفة حقيقة هي كفكرة عالمية موجودة لكن غير منتشرة الفكرة اللي كانت موجودة هي كانت موجودة لدى مشفى دبي من قبل أنه ينوجد في القسم العادي بعض الأسرة اللي نحن نعتبرهم أنه ذات عناية فائقة لكن كان هذا الموضوع يوجد بعض عدم الوضوح أو عدم إتمام المعالجة بالشكل المناسب فتمت الفكرة أنه ليش نحن ما تكون وحدة العناية العالية أو الأسرة تبع العناية العالية أو الفائقة منفصلة تماما عن القسم يكون لها طبيعة استاث ممرن كادر تمريدي ممرن ذو كفاءة خاصة بهذا المجال يكون الأجهزة المؤمنة مناسبة لهذه المهمة بحيث أنه يكون قسم مختص بالمرضى اللي حالتم تحتاج هذا القسم جميل دكتور الحالات اللي ممكن تستقبلها هذه الوحدة وحدة العناية الفائقة شو هي هذه الحالات؟ حقيقة معظم الحالات محتمل تنقبل بالعناية الفائقة لكن على سبيل الذكر بنقدر نقول الالتهابات الجرثومية الشديدة فهي واحدة من الحالات اللي بنقبلها بوحدة العناية العالية عجز الأجهزة مثل جهاز القلب أو التنفس أو إذا في عجز في وظيفة الكبد كمان تكون قبل بوحدة العناية العالية ومرضى جلطات الدماغية لحالتهم غير مستقرة حقيقة مثل ما وضحت لك قبل هي رح تكون لفكرة أنه هذا المريض غير مستقر أن يكون في الجناح العادي لكن لم يطبق المعايير العالمية أن يقبل في العناية المرتزة بدنا نقدم له رعاية أفضل نحن فهذا المريض حتى تقدم له الرعاية الأفضل ليس ما يتم استقرار حالته فكان فكرة وجود وحدة العناية العالية أو الفائقة لاستقرار حالة المريض طيب دكتور هذه الوحدة أنا أعتقد مثل ما أنت ذكرت هناك طاقم مدرب بشكل معين لكن أيضا أعتقد هناك بعض التجهيزات والإمكانيات التي تتوفر في هذه الوحدة وما تكون متوفرة في الوحدات العادية حكم أنك تذكرت أنها هي ما بين عملية الانتقال ما بين الحالات الحرجة وحتى الحالات المستقرة فنبغي نعرف شو التجهيزات الموجودة والإمكانيات اللي حاطينا وأيضا آلية العمل اللي عندكم للعناية بمرضى هذه الوحدة إن شاء الله بداية إذا بدأنا بالكادر البشري حقيقة الستاف الموجود اللي يشتغل هو ممرضات على تثقيف عالي للعناية بمرضى الحالات الغير مستقرة يقدروا يقيموا حالة المريض يعرفوا شو التداخل الذي يتوجب في كل مرحلة أيضا هناك الكثير من الأجهزة لمراقبة المريض والتدخل في حالة ضرورة ما رح يقدر الكادر لوحده من غير وجود جهاز متطور كمان إنه يكشف أحيانا بعض التدهور أو بعض التحسن في حالة المريض فتم تجهيز هذه الوحدة بأجهزة والحمد لله قادرة على تأمين هذه المهمة فهناك الكثير من الأجهزة موجودة بوحدة العناية المركزة وحدة العناية الفائقة عفوا على سبيل المثال كل مريض له المونتور الخاص فيه اللي دائما بده يبين لنا الضغط الحراء النبض التنفس أي تدهور بحالة المريض فبدي يصير في ألارم للسستر الممرضة الموجودة بجانب المريض أو على جهاز المراقبة فعدد كبير من الأجهزة أيضا بحكم وجود حالتهم غير مستقرة هذول المرضى تم تأمين العديد من الأجهزة للإنعاش السريع لتأمين الإسعافات السريعة فبقسم الوحدة للعناية العالية ما رح يعني الموضوع رح يكون سواني لحتى تريدش لحتى توصل أنت للي بدك ياه ما رح يأخذ الموضوع خبر أو يصير أي إعلام بشكل تليفوني أو حتى بالهيئة لا تدخل مباشر تدخل مباشر العناية العالية نعم وموجود قريب من المريض بأمن لنا سرعة عناية بالمريض وطبعا مدى ما تأمنت سرعة العناية فصارت النتائج أفضل ونجاح المعالجة وتحسن المريض نسبته أسرع نعم دكتور يعني الطاقة الاستيعابية لهذه الوحدة أو إذا بصيغ السؤال بشكل آخر عدد الحالات اللي ممكن تمر عليكم من خلال هذه الوحدة شهريا حقيقة الوحدة كعدد استيعاب دائم وهو حوالي العشر مرضى لكن زي ما تكرتلك المريض بوحدة العناية العالية ما بيتأخر لفترة طويلة صحيح فهذا بيخلي أنه تغيير المرضى وتغيير الأسامي متكرر باستمرار يعني أنا مثلا خلال الثلاثة شهر الماضي ببتير عندي مرضى أنه بيقعدوا بوحدة العناية العالية 24 ساعة أو 48 ساعة بالبتير نعم فهذا عم يأمن قدرة استيعابية عالية للقسم فنحن إذا بدنا نقول حوالي عشر مرضى يوميا بحدود الثلاثين يوم فصار نحن بعنا بحدود الثلاثمائة مريض الثلاثمائة مريض قسم منهم استقر جلس أكثر من يوم يومين فبدو يكون ما بين المئة وخمسين للمئتين مريض رقم منطقي فتعتبر يعني نسبة مرضى حالي غير مستقرة نسبة عالية جميل جدا دميل دكتور نائل يوسف خصاي أول أمراض باطنية بمستشفى دبي كنت تحدثنا عن خدمات وحدة العناية الفائقة بمستشفى دبي هذه الفكرة الرائدة والتي نتمنى لكم التوفيق الدائم فيها وإن شاء الله تكون لنا المزيد من الوقفات عند الإنجازات التي تقدم في مستشفيات الهيئة وفي مستشفى دبي شكرا جزيلا لك دكتور إن شاء الله دائما وعليكم السلام يا أهلا وسهلا وعليكم السلام عموما نرجع نذكركم مستمعين بسؤال المسابقة اليوم ما هو عدد المبادرات الاستراتيجية الجديدة عدد مبادرات الاستراتيجية الجديدة لهيئة الصحة بدبي هل هي 57 مبادرة ولا 42 مبادرة ولا 93 مبادرة يمكنكم ارسالي الإجابات على الرقم 4006 ومعظم الإجابات اللي أنا شوفها يعني إجابات صحيحة معظمها لأن حينما ما شفت ولا إجابة غلط للأمانة فيمكنكم الفوز بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي على هامش مشاركتنا في معرض الصحة العربي وطبعا لأن اليوم عندنا في الإخراج رحاب المرشد قبل أن نمون شوية على عيسى سبيل يعني ناخذ ونعطيه نأخر الفاصل نجدم الفاصل استرحاب ما شاء الله عليها وايد استريت على الفاصل فنطلع فاصل وبعد الفاصل عندنا حوار مميز فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي حقيقة هذا اليوم هو يوم جميل مليء بالتفاؤل مليء بالإنجازات ومع صدور الاستراتيجية الجديدة لهيئة الصحة بدبي والتي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله كان هذا الإطلاق بالأمس وحقيقة هذه الاستراتيجية قامت بالتركيز على الكثير من المواضيع المهمة التي تسعى من خلالها الهيئة إلى توفير مجتمع أكثر صحة وسعادة فيها يعني الاستراتيجية مدة خمس سنوات مقبلة تسعى إلى تأمين مجتمع أكثر صحة وسعادة وتضمنت العديد من الأرقام والإحصائيات الخاصة بالقطاع الطبي في الإمارة طبعا على طاري الأرقام والإحصائيات نحن اليوم أو في هذا الجزء رح نتحدث عن هذا الموضوع موضوع الإحصائيات والأرقام لكن قبل ذلك خلونا نذكركم بس بسؤال المسابقة سؤال المسابقة يقول ما هو عدد المبادرات الاستراتيجية الجديدة لهيئة الصحة في دبي هل هي 57 ولا 42 ولا 93 مبادرة هذا هو السؤال ويمكنكم رسال الإجابات على الرقم 4006 مستمعين النظام الإحصاء الصحي هو مشروع مشترك ما بين مركز دبي للإحصاء وهيئة الصحة بدبي يهدف إلى بناء منصة للبيانات الصحية لتوفير قاعدة بيانات متكاملة وحديثة للقطاع الصحي في إمارة دبي تساعد متخذي القرار وراسمي السياسات الصحية في الحصول على أحدث المؤشرات والبيانات الإحصائية بأسلوب متطور من خلال الأدوات التحليلية الذاتية التي يوفرها هذا النظام هذا المشروع الحيوي أهمية أهدافه المستفيدين منه البيانات الصحية ليوفرها وأيضا دوره في خدمة استراتيجية الإمارة عشرين واحد وعشرين وغيرها من المحاور من ناقشر يوم مع ضيوفي في الاستوديو الأستاذ طارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء والدكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية بهيئة الصحة بدبي حياكم الله معانا مرحبا خميك أنا اسمح لي دكتور أنا بتوجه حقيقة إلى ضيفنا اللي هو يعني مش خارج الهيئة هو من دائرة ثانية ولكن هذه الدائرة دائما ما تتعاون مع الهيئة بشكل كبير السيد طارق أنا بغير أتحدث عن هذا التعاون اللي صاير ما بين مركز الإحصاء وهيئة الصحة في دبي في توفير هذه البيانات نعم أول شيء أشكركم على الاستطافة وسمح لي أتقدم بخالص التهاني لزملائنا في هيئة الصحة على إطلاق الاستراتيجية واللي تم إطلاقها من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم استراتيجية ما شاء الله يعني غنية وثرية تضمن عدد كبير من المبادرات أنا ما بقول الرقام لي عشان سؤال الحلقة لا عادي تحكبت واني ما أعرف يعني أكثر عن 110 بين مبادرة وبين برنامج استراتيجي وبين مشروع يعني فعلا أنا أتصور أنه بنكون أمام إن شاء الله واقع صحي متميز خلال الفترة القادمة الله يعطيكم الصحة والعافية بخصوص الشراكة بين مركز دبي للإحصاء وهيئة الصحة في دبي أنا في تصوري أنها شراكة حقيقة يعني نموذجية كان في جهود جبارة خلال الفترة السابقة في بناء منظومة الإحصاء الصحي لإمارة دبي يعني ما أخفيكم سر إذا قلت يعني نسبة المساهمة في هذا النظام 50% 50% بالضبط يعني فريق العمل كان فريق واحد يشتغل طيلة الفترة السابقة لدرجة أنه حتى الدكتور يعني وفرناه لمكتب عندنا في المركز وكان يداوم عندنا يزاه الله خير ونبول ويم اختفين نعم فيعني فنيا من الناحية الإحصائية ومن ناحية تعريف ومنهجة البيانات كانت هناك جهود ضخمة ونحن نعرف يعني اليوم أنا عندي القطاعات الإحصائية تغطي جميع القطاعات الاستراتيجية في الإمارة أثقل قطاع من حيث الكم هو القطاع الصحي أثقل قطاع من حيث كم البيانات وهذا كان التحدي الرئيسي ولكن بجهود فريق العمل عندنا في مركز الإحصاء الشباب ما قصروا في هيئة الصحة والله الحمد تفوقنا تقنيا وتفوقنا إحصائيا واستطعنا أن نصل للمنظومة هذه واللي أتصور أنها في الوقت الراهن هي أنموذج حقيقة لنظام صحي إحصائي متكامل على مستوى العالم طيب دكتور محمد الرضا أنا أبغي أتحدث شوية بشكل يعني متخصص أكثر في هذا المشروع أطنا نبذى عن هذا المشروع وأهدافه أستاذ محمود طبعا مثما تفضلت النظام يدعم متخذي القرار وصناع السياسات الصحية في إمارة دبي على مستوى القيادة العليا مستوى المجلس التنفيذي مستوى قيادة هيئة الصحة في دبي وأيضا شفنا منه نماذج أو نتائج لهذه الأحصائيات حتى قبل قطة دبي الستراتيجية 2021 كانت قطة دبي الستراتيجية 2015 يعني الشراكة مش على هذا النظام بدت من سنين قبل يعني حتى من ثلاث سنوات أو حتى أربع سنوات بالنسبة للحصائيات عندنا كثير من الحصائيات اليوم المدخلات اللي تدخل في النظام منها بيانات المرضى الدخلين بيانات المرضى الخارجيين الأمراض المعدية عندنا التطعيمات عندنا نظام شريان الربط اللي صار بين النظام ونظام شريان اللي هو يعمل على ترخيص المنشآت والأفراد في إمارة دبي من ناحية الصحية نظام المواليد أيضا موجود ومربوط بهذا النظام التوزيع الجغرافي للمنشآت الصحية وآخر شيء وأهم شيء هو مؤشرات خطة دبي الستراتيجية اللي عددها اليوم 843 مؤشر 843 مؤشر يمكن حد يقول لي هذا وايد أو يمكن محتاجين تقليل اليوم بالنظام بقوة النظام نقدر نحط أي عدد نبغي من المؤشرات لأننا نحن بننظر على الصورة الكبيرة من خلال النظام ويوفر علينا الجهد يمكن قبل كأننا نحط شخص واحد عشان يستخلص لنا غراف أو صورة واحدة من النظام تأخذ لأربع وخمسة أيام اليوم كليك واحد وطلع لك التقرير صحيح أنا هنا أبغي تكلم بعد عن بدايات هذا المشروع والمراحل اللي مر فيها ما أدري منو ممكن يفيدني في موضوع البدايات والله البدايات طال عمرك كانت كالتالي لأن الدكتور محمد الرضاء حط أمامنا قائمة بتقريبا 1600 منشأة صحية قال اربطوني معهم والمنشآت الصحية هاي طبعا في منها من هو مؤهل ويملك قاعدة بيانات ونظام مؤتمت وفي منها المنشآت الصغيرة وبعض العيادات اللي يعني لا زالوا على النظام الورقي أو نظام إلكتروني لكنه بدائي ففعلا هذا كان التحدي الأول الدكتور ما أدري يذكرني بالتحديات اللي مرنا فيه كثيرة يمكن متبديته الدكتور بدأنا في 2012 تفريبا وكان تو التوجيهي عنه مسدي صاحب الشمو الشيخ محمد بالراشد المكتوم أن القطاع الصحي الخاص يجب أنه ينمو ويجب أنه ينمو لدرجة كبيرة يعني أنه يوصل حتى 70% من القطاع ف70% من المستخدمين النظام رح يكونون قطاع صحي خاص يمكن نحن ما نملك يعني الاثورتي الكامل اللي ندخل عندهم ونأتمت أنظمتهم ونأخذ البيانات اللي نباها فكان التحدي مش تقني التحدي كان كيف بنقدر نتكلم مع القطاع الخاص وندخل لبياناته ونأخذ منه البيانات بطريقة معينة لا وزيدك بعد من الشعر بيت بستاندرد جديد بمعايير جديدة لأنه كان نفس الوقت إطلاق معايير جديدة اللي البيانات الصحية فليستوه أن الأخوان في القطاع الصحي الخاص كانوا جدا متجاوبين ومخاوفنا صبحت الحمد لله من ناحية تقنية مركز دبي للأحصال أخوان ما قصروا هياة الصحة إدارة تقنية المعلومات ما قصرت المخاوف اللي كانت عندنا من القطاع الخاص الحمد لله أيضا تم تذويبها وأصبحوا الشركاء في هذا النظام جميل نكمل موضوع التحدي اللي إياك نعم وبالفعل يعني هو الجميل في الموضوع أن يعني كلا يعني يمكن عندنا مثل يقول عطل خباس خبزة الموضوع طبعا صحي وطبي وإحصائي وتقني فأنا ما أستطيع أني أخذ بزمان الموضوع وأقول أني خبير في الجانب الإحصائي وخبير في الجانب الصحي وخبير في الجانب الطبي وخبير في الجانب التقني وكذلك هيئة الصحة متخصصة في الجانب الطبيعي قد يعني تحتاج بعض الدعم في الجانب الإحصائي فعملية تصنيف الأمراض وعملية وضع التعاريف والميتا ديتا للمعلومات وتعريفها وشو هو المهم وشو هي الأولويات اللي بتخدمنا استراتيجيات الصحية ويعني نورونا بشكل كبير في هذا الجانب هذا اللي ساعدنا في تصميم النظام وفي عملية وضع الأساليب اللي نستطيع من خلالها استيفاء البينات خصوصا وأن الهيئة عارفة ظروف العمل في هذه المؤسسات أكثر عنا داخليا والأنظم اللي موجودة عندهم فبالفعل الحمد لله رب العالمين حطينا إيدنا في بعض واشتغلنا مع بعض ونجحنا ربطنا مع القطاع الخاص ربطنا ربط حي ديتا بيز تو ديتا بيز على مستوى نظام التسجيل الصحي شريان نستطيع نقول أننا نحن وصلنا الآن للمرحلة الثانية يمكن من المشروع المتكامل ما زادني سعادة هو طلاعي على مشروع ضخم ومتميز إن شاء الله بيكون ضمن المبادرات اللي أطلقتها الهيئة خلال البارحة مع الخطة الاستراتيجية واللي هو نظام صحي متكامل نظام الملف الموحد الصحي صحي يعني هذا بيمثل نقلة نوعية في العمل الإحصائي في القطاع الطبي وأنا متأكد أن السيستم بيكون أفضل أنا ما بتكلم من ناحية طبية بترك المجال هذا للدكتور من ناحية الإجراءات الصحية ولكن حتى على المستوى الإحصائي أنا أقول دكتور أول ما نخلص السيستم إن شاء الله ونربط مع قاعدة البيانات ربط حي أنا مستعد أعرض السيستم هذا في الاجتماع السنوي للأمم المتحدة للاجتماع الإحصائي ومتأكد إن بينا الإشادات كبيرة على مستوى العالم إن لم يكن الأفضل جميل دكتور طيب أنا اللي أفهم ما في شغل في الدنيا 100% صح أنا هذا اللي أعرفه ودائما هناك بعض التحديات أنا ما بقول مشاكل هي التحديات تواجه هذه الأنظمة النظام اللي موجود حاليا واللي يعني تطرقت له بهذا الشكل يا ترى ما هي التحديات اللي تواجهكم في هذا النظام ومثل ما قلت إن نوصل إلى هذه المنصات مثل ما ذكر أخوي طارق إن نوصل لهذه المنصات العالمية والوصول لها طبعا نتيجة أفكار ومجهود للتغلب على هذه التحديات يا ترى ما هي أبرز التحديات اللي واجهتكم وبعدين بطرق لبعض المواضيع المهمة كذلك من التحديات اللي واجهتنا إن سرعت سرعتنا نحن في تقبل البيانات الجديدة اللي تنطلب مننا من جميع الجهات عندنا اليوم نحن وزارة الصحة عندنا مركز دبي للإحصاء عندنا المجلس التنفيذي عندنا هيئة الصحة في دبي عندنا الهيئات الأخرى في الدولة تطلب منها البيانات القطاع الخاص القطاع الخاص أيضاً فكيف نحن ممكن نسأل النظام أو نحط وزن على النظام من البيانات الهائلة والنظام يتقبلنا فئة مهمة أيضاً المستثمرين المحتملين في القطاع الصحي من الفئات اللي نهتم فيها بشكل كبير والباحثين فكيف نحن هذو كلهم عندهم متطلبات اليوم وما نقدر نقولهم لا ولا نقدر نقولهم إن النظام ما يقدر يأخذها أو ما يقدر يستوعب هذه البيانات فكيف أن النظام مشه معانا خطوة بخطوة بأخذ هذه البيانات كمية هائلة من البيانات اليوم يتكلمون عن البيانات الكبيرة أو البيك ديتا هذا البيك ديتا أظني تحدي بنفسه وكل ما تغلبه يغلبك أيضاً لأنه بتيك بيانات يديدة يجب أن تتقبلها وتدخلها في النظام جميل جداً طيب دكتور إذا ما ما نتكلم عن التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية وكيف أنه ربطوا هذا الموضوع بالنظام وأيضاً مدى توفير النظام لمؤشرات معينة تدعم استراتيجية الهيئة التي تم إطلاقها واللي هي أصلاً منبثقة من الخطة الاستراتيجية العامة لإمارة دبي بجاوبك على السؤال الثاني وأقبار جعل الأول طبعاً بالنسبة للخطة الاستراتيجية اللي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالأمس هي مبنية على البيانات اللي هي أمامنا من الكتاب الأحصائي السنوي لهيئة الصحة في دبي من نظام الأحصاء الصحي من الأنظمة الأحصائية الأخرى خذنا أيضاً من الدائرة الاقتصادية ومن أخوانا في الدواير الأخرى في حكومة دبي كثير من البيانات اللي طلعت منها مؤشرات كيف ننتقل من المرحلة ألف إلى مرحلة باء أولاً نتأكد أنه فيه طلب معين وبالتالي تكون فيه فجوة معينة ويجب أننا نحل هذه الفجوة في المستقبل إن شاء الله قبل 2021 إن شاء الله جميع هذه الفجوات بتكون منتهية بالنسبة لسؤالك الأول الموقع الجغرافي للبيان اليوم أنا أعتبر البيان إذا ما كان مربوط بموقع جغرافي ما يفيدني نحن نتكلم عن أمراض نتكلم عن خدمات أبغي أعرف وين المرض أبغي أعرف وين الخدمة مقدمة أبغي أعرف وين القصور في الخدمة على أساس أني أنا أشد هذه الفجوة فاليوم الحمد لله من خلال نظام الأحصاء الصحي قدرنا نربط البيان بموقعه الجغرافي جميل جداً طيب دكتور أنا سمحولي بس بذكر مستمعين الكرام بأن استقبال الإجابة على سؤال اليوم اللي كان هو ما هي عدد المبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الجديدة لهيئة الصحة في دبي كنا نعاطينهم تغريباً ثلاث خيارات هي سبع وخمسين اثنين واربعين ولا ثلاثة وتسعين مبادرة والإجابة الصحيحة هي ثلاثة وتسعين مبادرة إذن ما نسحب على الفائز بعد شوية ما نعلن اسم الفائز معنا الجايزة له للفائز لهم جايزاتهم الكبيرة أن إن شاء الله يعني المشاركة الكبيرة اللي ساهموا فيها في إعداد يعني أرقام وبيانات ساهمت في اتخاذ القرار الصحيح وإعداد الخطة السليمة وفقاً لهذه البيانات ويقولون دائماً دكتور أن الأرقام لا تخطئ الأرقام تساعد متخذي القرار على إعطاء السياسة السليمة أو القرار السليم هنا يعني أبغي أبغي أتوجه بالسؤال للساد طارق يا ترى من خلال هذا المشروع كيف يعني يخدم هذا المشروع متخذي القرار في إمارة دبي طبعاً سواء منظومة الحصاء الذكي بشكل عام ولا منظومة الحصاء الصحي مبنية على المتطلبات الإحصائية لخطة دبي الاستراتيجية من حيث المحتوى ومن حيث الأولوية والمتطلبات هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية اللي هي متطلبات عملية التخطيط وتم تعريفها في جميع القطاعات بالتعاون مع فريق العمل في المجلس التنفيذي وفي جميع المؤسسات ذات العلاقة أيضاً أنا تكلمت عن التخطيط نعم عندي أيضاً المتطلبات الخاصة بسن السياسات وعندي المتطلبات الخاصة بإدارة التنفيذة الاستراتيجية واللي تم بذق منها طبعاً مؤشرات أداء تم متابعة الأداء الاستراتيجي في هذه القطاعات فبما لا شك فيه يعني أن اليوم اتخذ القرار يستند على هذه والمخطط أيضاً يستند على هذه البيانات بشكل كبير جداً لوضع استراتيجياته وإلا فإن أي استراتيجية بدون أرقام وبدون حقاق ليست استراتيجية ما بقول مالها قيمة ما بقول استراتيجية ضعيفة أقول لك ليست استراتيجية من الأساس هذا ما يؤكد يعني أو ما يعني يفند الاهتمام الكبير اللي تولي حكومة دولة الإمارات وحكومة دبي على وجه الخصوص والتوجيهات قيادتنا الرشيدة سواء التوجيهات اللي يصطرها صاحب السموه الشيخ محمد بن راشد والسموه الشيخ حمدان بن محمد بتكثيف التعاون مع مركز بين الحصاء وتقديم الدعم الكامل لمركز بين الحصاء للنهوض بالعمل الحصائي والحمد لله رب العالمين وصلنا لمستويات عالمية في هذا المجال والآن وصلنا لمرحلة الابتكار في العمل الحصائي هذا كله دعما لعملية التخطيط وتوجيهها بشكل دقيق جميل أنا الوقت ما شاء الله مر علي بشكل سريع جدا فبأخذ من عندكم كلمة أخيرة سواء أنا نسيت أتطرق لموضوع معين تفضل دكتور أستاذ محمود اليوم نتكلم عن البيانات وعن الأدلة وعن البراهين اليوم الطب الحديث يبني نفسه عن طريق الدليل والبرهان نعم يسمونه evidence based medicine وهذا الدليل والبرهان دائما بيكون عن طريق ال data مثل ما تفضلت البيانات أو الأرقام الأرقام صحيح لا تكذب لكن أيضا نتطلب أنها تكون يكون quality فيها عالي أنظمة مثل النظام اليوم النظام المشترك بينه وبين مركز دبي لحصان نظام لحصاء الصحي من معايير أن تكون جودة البيان بجودة معينة لا تنزل لا تقل عن هذه الجودة بالتالي أنت تقدر تأخذ الproduct النهايي النتيجة النهائية وتبني عليها السياسة الصحة نعم يعني أنا شاكر لكم هذا الحضور المشكلة اليوم مخرجتنا رحاب وفي رحاب وايد يعني مع الأرقام ما شيء حد السيف الله يوسك إزاكم الله خير ما أدري أخوي طارق في ثلاثين ثاني تبغي تضيف شيء؟ والله أجدد التهنئة سواء لأنفسا ولا الزملاء في هيئة الصحة وأتمنى لهم كل التوفيق في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة إن شاء الله شكرا لك السيد طارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء والشكر أيضا موصول لدكتور محمد رضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية في هيئة الصحة بدبي كنا نتحدث عن مشروع الربط الإحصائي بين مركز دبي للإحصاء وهيئة الصحة بدبي لتجميع البيانات هذا المشروع الحقيقة المهم والذي ساهم بشكل أو بآخر في رسم أو ساهم بشكل رئيسي في رسم الاستراتيجية الجديدة اللي تم أطلاقها من قبل سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد براشد المكتوم بالأمس عموما الأخوة في الكنترول سووا السحب الإلكتروني فالفايز معانا محمد أمين أسامة ألف مبروك لمحمد أمين أسامة بيتصلون فيك بعد البرنامج إن شاء الله وبيخبرونك آلية استلام الجائزة مستمعين يعني أنا ما أبغي أطول لأن رحاة بتعصب فعموما ما أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعين على هذا التواصل وهذا التفاعل الكبير مع البرنامج وأيضا نتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد مليء بالإنجازات والتفاؤل وفي الختام تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي ومن الإخراج الرحاب المرشد ومن فريق الإعداد بقسم الإعلام في إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي بهية الصحة في دبي وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي